بدوره أعلن نائب الأمين العام ورئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية محمد الدلال أن الحركة تعتز بموقف المقاطعة بما في ذلك التوقيع على بيان سابق صادر من كتلة الأغلبية بمقاطعة الانتخابات وقال الدلال في تصريح للرأي أن الحركة أجرت مشاورات واتصالات عدة مع أطراف المعارضة وهناك من هو معترض ويرى الاستمرار في المقاطعة وله مبرراته الوجهة وهناك من هو متفق مع المشاركة مبدي أن تقدير الحركة لتلك الأراء وفي ردود الفعل الحكومي على قرار المشاركة وصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح للرأي إعلان بعض المقاطعين رغبتهم بخوض الانتخابات بأنه شيء إيجابي وأمر فضيل يتمثل بعودة الشخص إلى صوابه يسلك طريق المشاركة على حد تعبيره